تأتي هذه المقابلة بعد الجلسة المغلقة للقمة العادية السادسة والثلاثين لرؤساء حكومات ودول الاتحاد الأفريقي حيث التقى رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول محمد دريس ديبي إتنو في مقر إخامته مع المبعوث الخاص لرئيس كوريا الجنوبية السيد جانج سينج مين ويشقل سيد جانج سينج مين منصب أمين الاستراتيات المستقبلية في رئاسها بكوريا الجنوبية وحمل جانج سينج رسالة شفهية لفخمته من نظره الكوري يدعوه فيها لزيارة رسمية لكوريا الجنوبية والمشاركة في الملتقى الدولي الأفريقي الكوري الجنوبي الذي سينعقد في العام المقبل وتناولة المقابلة استمرت زهاء الساعة تقريبا مستقبل العلاقات الشادية الكورية والتي استمرت لمدة ستين عاما المقابلة حضرها وزير العلام الناتق الرسمي باسم الحكومة أزيز محمد صالح وكبار معاملين فخام الرئيس الجمهورية بمكتبه المدني وعقب المقابلة أكد سيد جانج سينج على دينومة العلاقات التي تربط سيول وأنجمينا وقال نحن نعمل على زيادة حجم التعاون في مختلف المجالات لأن العلاقات التي تربط بلادي وجمهورية شاد قادمة وبدأت منذ ستين عاما تقريبا وتعتبر جمهورية شاد شريك استراتيجي لكوريا ونحن نأمل من خلالها فتح مجالات كبيرة في مختلف قطاعات التنمية ترجمة نانسي قنقر